اهلا وسهلا اسبوع متقلب جراء تسعير احتمالية رفع الفائد الفدرالي في اجتماع الشهر الحالي واجراءات التصويت على سقف الدين حيث ان الاسواق خفضت توقعاتها لرفع الفائد الى دون 30% بسبب تصريحات اعضاء الفدرالي ودعمهم فكرة التوقف عن رفع الفائد اما بما يخص سقف الدين فالتصويت جاء بنعم على تعليق سقف الدين واتفاقية نفقات الميزانية الفدرالية تم تمرير الاتفاق لمجلس الشيوخ اما الارقام الاقتصادية فكان المهم هو تباطؤ التضخم في اوروبا الى 6.1% للمؤشر الرئيسي 5.3% لمؤشر اسعار المستهلكين الاساسي اما مخاوف الاسواق لا تزال تحوم حول قطاع التصنيع واللي سجل انكماش في الولايات المتحدة والصين على المستثمرين متابعة عدد من النقاط الاساسية في جسد الاسبوع القادم بدءا من اجتماع منظمة اوبيك بلوس يوم الاحد واللي من المتوقع تثبيت الانتاج لكن هناك بعض الشكوك حول توجه المنظمة لتخفيض الانتاج بسبب ارقام الصين السلبية وانخفاض الطلب والمخاوف ان روسيا بتضخ نفط بشكل اكبر من الاتفاق فتدخل قد يكون لموازنة المعروض النفطي والاسواق كذلك ستترقب اجتماع بنك استراليا والمن متوقع تثبيت الفائدة والمهم متابعة البيان للاستدلال على تحركات القادمة من البنك خاصة مع التضخم المرتفع في الاقتصاد الاسترالي كذلك بنك كندا متوقع في تثبيت الفائدة عن مستويات 4.5% والاهم بكل تأكيد هو متابعة قراءة الاسواق لاحتمالية رفع الفائدة قبل اسبوع فقط من اجتماع الفدرالي ننتقل للتحليل الفني لجلسة الاسبوع القادم بداية مع الذهب تدولة الذهب كانت ايجابية لثلاث ايام متتالية بعد اختبار مستويات الحد السفلي للقناة السعرية الصاعدة حول مستويات الف وتسعمية وخمسة وثلاثين مع ارتداد من المتوسط المتحرك اليومي سجل بعض الارتدادات الصعودية لكن توقف واضح عند مستويات المقاومة السعرية الف وتسعمية وتمانين ثبات التداول ادنى مستويات الف وتسعمية وتمانين قد يعيد الذهب لاختبار مستويات الف وتسعمية واربعين المتمثلة بالحد السفلي للقناة السعرية الصاعدة اي كسر يومي لمستويات الحد السفلي قد يدفع الذهب لاستمرار الميل الهبوطي نحو مستويات الف وتسعمية وسبعتاش ثم مستويات 1900 طبعا ثبات التداولات أدنى مستويات 1980 شرط أساسي لتشكيل الميل الحبوطي للذهب ننتقل لتحليل اليورو اليورو لا يزال يتداول أدنى مستويات خط الاتجاه الصاعد المكسور وأدنى مستويات المقاومة السعرية 1850 ثبات التداولات أدنى قد يعيد اليورو لاختبار مستويات 1680 ثم 1500 لتداولات اليورو ثبات التداولات أدنى المقاومة السعرية 1850 شرط أساسي لتشكيل الميل الحبوطي ننتقل لتحليل الباوند الباوند كذلك لا يزال يتداول أدنى مستويات خط الاتجاه الصاعد المكسور بالنسبة للكابل ثبات التداولات أدنى مستويات خط الاتجاه قد يعيد الباوند لاختبار مستويات 2260 ثم 2060 بالنسبة للباوند ننتقل لتحليل الين الين الياباني تداولات هبوطية أربع جلسات هبوطية متتالية لتداولات الين بعد موجة صعودية قوية من مستويات 134 بالنسبة لالين لا يزال يتداول أعلى مستويات الدعم السعري 13750 ثبات التداولات أعلى قد يدفع الين لاختبار مستويات 14050 اختراق القمة 14050 قد يدفع الين لتشكيل ميل صعودي آخر نحو مستويات 141 ننتقل لتحليل الأسترالي الأسترالي أيضا لا يزال تأسفل خط الاتجاه الصاعد المكسور مثل الكابل واليورو ثبات التداولات السعرية أدنى 16650 قد يدفع الأسترالي لتشكيل ميل هبوطي نحو مستويات 6570 ثم 65000 ننتقل لتحليل النفط النفط مع اجتماع منظمة أوبيك يوم الأحد لا يزال يتداول خام غير تيكساس أعلى مستويات 70 دولار للبرميل عودة الأسعار بعد كسر مستويات 70 دولار لكن ثبات التداولات السعرية أعلى مستويات الدعم السعري حول مستويات 6750 دفعت النفط لتشكيل جلستين يوميتين صاعدتين لذلك ثبات التداولات أعلى مستويات 70 دولار لخام غير تيكساس قد يدفع النفط لتشكيل ميل صعودي نحو مستويات 7650 ثم 78 بالنسبة للنفط المتمثلة بي المتوسط المتحرك 200 على الفريم اليومي نختتم مع الداو جونز الداو جونز لا يزال يتداول ضمن نطاقات خط الاتجاه الصاعد وخط الاتجاه الهابط اليومي التداولات السعرية الأخيرة بعد اختبار مستويات خط الاتجاه الصاعد والمتوسط المتحرك 200 على الفريم اليومي تشكيل صعود واختبار مستويات 33900 متمثلة بخط الاتجاه الهابط قد تعيد دفع الأسعار لاختبار مستويات 33100 للمدى المتوسط إلى المدى الطويل بفضل أشوف اختبارات أو اختراقات بالنسبة لمؤشر الداو جونز أعلى خط الاتجاه الهابط أو كسر خط الاتجاه الصاعد في حال تم كسر خط الاتجاه الهابط في إمكانية تداولات السعرية واختبار مستويات 34500 مع ثبات التداولات السعرية أعلى مستويات خط الاتجاه الهابط بينما في حال كسر مستويات خط الاتجاه الصاعد عند مستويات 32400 بإغلاق يومي قد يدفع الأسعار لتشكيل ميل هبوطي نحو 31670 باختصار التداولات السعرية بالنسبة للداو جونز مقتصرة على اختراق أحد الخطوط للاتجاه الصاعد أو الهابط فيما دون ذلك التداولات السعرية قد تنحصر داخل النطاقات الضيقة بالنسبة لخطوط الاتجاه تداولات موفقة تداولات موفقة تداولات موفقة ترجمة نانسي قنقر